صباح لحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر خلونا نروح دلوقتي لمكتبة إسكندرية اللي احتفلت بمارح بذكرى انتصارات العاشر من رمضان مضممة ندوة كانت بعنوان الإعداد الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية لحرب العاشر من رمضان من وقاء الوطائق اليهودية صحيح يا صمت كمان في الاحتفالية تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان لمحات من انتصارات العاشر من رمضان وركز الفيلم على بطرات قوات المسلحة المصرية وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الأجيار الجديدة ناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان أقامت مكتبة الإسكندرية احتفالية لاستعادة ذاكرة الفخر والاعتزاز بأبطال القوات المسلحة الذين قدموا ملحمة في التضحية والفداء خلال حرب أكتوبر عام 1973 خلال الاحتفالية أشار المشاركون إلى أن العاشر من رمضان سيظل أحد أعظم أيام الوطنية المصرية التي تظل شاهدة على صلابة وصمود الشعب المصري وعبقرية العسكرية المصرية في قهر المستحيل الاحتفالية ركزت على الجهد اللي بوزل قبل الحرب في التخطيط للحرب وده يعني بنبعث لنفسنا من خلالها رسالة هامة جدا وهي أنه مفيش عمل بيتعامل وينجح إلا لما يبقى مخطط مفيش عمل بيتعامل وينجح إلا لما يبقى فيه وراه جهد كبير جدا الاحتفالية شهدت وضع عشر مقتنيات للرئيس الأسبق محمد أنور السادات في متحفه داخل مكتبة الإسكندرية من ضمنها جواز السفر الخاص بالرئيس الراحل الذي استطاعت مصر استعادته وإداعه في مكتبة الإسكندرية كان عندنا خبر جميل جدا وهو أنه جواز السفر الخاص بالرئيس السادات الذي أعلن عن من شهر كده أنه هو فقد ويتم تداوله بين التجار المقتنيات في أمريكا هذا الجواز طبعا لم يكن من ضمن مقتنيات المتحف الموجود في المكتبة وإحنا عملنا إعلان ساعتها وعملنا بيان ويعني يقولنا أنه ما كانش موجود بس طبعا الأجهزة لم تصمت وتوجهات من فخامة الرئيس وحركة سريعة جدا من الأجهزة تم إرجاع هذا الجواز وإحنا كان من ضمن الاحتفالية النهاردة أننا أخذنا هذا الجواز من الأجهزة ووضعناه في المكان الذي يليق به في المكتبة يضم المتحف أهم مقتنيات الرئيس الراحل ومجموعة من الأوراق والملاحظات التي دونها من خطة الحرب والخداع ومجموعة من الصور التي توثق حرب أكتوبر وتحطيم خط برليف ويأتي متحف السداد بمكتبة الإسكندرية في إطار توثيق المكتبة لتاريخ مصر الحديث والمعاصر حيث تم تخصيص جناح كامل له بجوار الكبة السماوية ويقع على مساحة 260 مترا من الحاجات المبهجة في التقرير ده تحديدا مقتنيات رجل الحرب والسلام طبعا يعني فكرة زي ما اسمعنا كيف التقرير أنه الباسبور كان بيتم تداوله من قبل الأشخاص اللي بيقتنوا أو بيتداولوا الأشياء الأثرية أو الأشياء الثمينة التي تبقى متعلقة متعلقات كمان الشخصيات الهامة نحن نتكلم على رئيس راحل أنور السادات محمد أنور السادات يعني فكرة تداول هذا الباسبور وليه قيمة كبيرة جدا أنه يرجع مرة تانية فكتبة الإسكندرية مرة تانية هو كمان لفتة مهمة جدا ولفتة إيجابية زي ما أنت قلت يا عبد السامن طبعا لا أنا عاجبني كمان فكرة نحن هو يمكن بنتبع دلوقتي الباسبور الباسبور ده كان تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي وكان بيتقال أن هو بيباع في مزادات في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا لكن فكرة أن السلطات المصرية وهنا بقى يوركي الدبلوماسية المصرية ويعني مدى نفوذك خارجيا تحديدا عشان أنت تقدري أن أنت يترجعي تاريخك مرة تانية يترجعي تراثك لأن باسبور أو أي ورقة حتى لو ورقة من الأوراق الصغيرة جدا لشخص الرئيس محمد أنور السادات فهي تعبر عن تاريخ وجزء من تاريخ مصر في مرحلة من أهم المراحل يمكن أن نتكلم على رئيس عظيم هو يعني كان من الرؤساء اللي شركت في الحرب وحرب أكتوبر بما أننا نتكلم عن انتصارات العشر من رمضان وأيضا كان متخذ قرار السلام أن النهار ده يمكن في وقت اتخاذ هذا القرار كان فيه قطيعة من بعض الدول العربية بس بعد مرور الزمان أثبت أنه كان على حق مش مش يعني مش فقط اهتمام أو أهمية رئيس الراحل محمد أنور السادات لمصر أو حتى في تاريخ مصر لا ده في تاريخ الدول العربية أو حتى يمكن العالم أجمع ويمكن تداول هذا الباسبور كمان يؤكد مدى اهتمام العالم بهذه الشخصية الشخصية الهم ممكن كتير جدا شفنا يعني شخصيات كتير جدا حتى غربية تحدثوا عن شخصية أو شخص رئيس الراحل محمد أنور السادات في مذكراتهم وتحدثوا عن هذه الشخصية مدى ذكائها ومدى حكمتها وقد ايه إن هو الشخصية استثنائية بكل المقاييس ممكن تداول هذا الباسبور يبين ويبرز أهمية هذه الشخصية وقد ايه يمكن لعالم حتى الآن مهتم بشخص رئيس الراحل محمد أنور السادات زي ما قلنا مرة تانية طبعا سعداء جدا بأن يعود الباسبور رئيس الراحل محمد أنور السادات لمكتبة الإسكندرية ونتم عرضه في مقتناعات الرئيس الراحل أنور السادات محمد أنور السادات في مكتبة الإسكندرية